هذا وبلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج أكثر من مليون وأربعمائة ألف حج ويشمل رقم بحسب سلطات السعودية القادمين حتى نهاية يوم أمس من شتى الموانئ البرية والبحرية والجوية وذلك بزيادة بلغت 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى ذلك أعلن الدائرات الإحصاء السعودية أن نحو 52 ألف موظف من 22 جهة حكومية يعملون على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن في جميع النواحي في إطار منظومة عمل متكاملة تشمل جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية وذلك لتقديم كل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام وتأمين كافة المتطلبات لتيسير سبل أداء الحجاج لهذه الفريضة بسهولة ويسر وطمأنينة